بما أن حضرتك تتكلم على المساعدة إحنا عندنا يعني مش متعارف قوي على عيادات النوم الناس مش تعودين فيه أصلا ما فيه ناس بتعرفش بجد أن دي حاجة موجودة أساسا أو ايه بتساعد في ايه أو بتعالج ايه ودي يمكن فيه ناس عندها مشاكل ما لهاش علاقة زي ما حضرتك قلت بالاضطرابات نوم متعلقة بحاجة نفسية فيه بيبقى اضطرابات نوم لها أسباب تانية كتير فخلينا نعرف من حضرتك ونعرف السيدة المشاهدين أهمية ممكن نروح له عشان تساعدنا هو زي ما حيك بتقولي التخصص طب النوم ده تخصص مظلوم في العالم كله وفي مصر طبعا كمان لكن عيادات النوم أو مراكز النوم دي موجودة في مصر من السبعينات فكرتها أنه أولا فيه اضطرابات كتيرة في النوم غير الأرق وغير صعوبة النوم حاجات كتيرة بتحتاج أن نحن نعمل اختبار للنوم بمعنى أنه المريض ييجي يبات عندنا في المركز أو في المستشفى ليلة كاملة أو عدد من الليالي وأجهزة معينة بتسجل تفاصيل النوم بتاعه بيتنفس إزاي نسبة الأكسجين بتاعته إزاي قلبه شغال إزاي وهو نايم مخه شغال إزاي مراحل النوم الحاجات دي كلها بتتسجل بأجهزة دقيقة جدا ساعات كمان بنعمل الاختبارات دي في البيت بتاع المريض عشان يبقى في بيئة أسهل شوية لي بناءا عليه بنحدد والله التشخيص ونحط خطة علاج خطة علاج دي ممكن تبقى أدوية ممكن تبقى علاج نفسي ممكن تبقى أجهزة تنفس لو مثلا في مشكلة تنفسية يعني من الترباط النوم الشائعة جدا هي مشاكل التنفس في الرجال اللي هي اسمها انقطاع التنفس أثناء النوم مش خير يعني واحد من كل خمس رجالة فوق سن الثلاثين معرض أنه يبقى عنده انقطاع في التنفس أثناء النوم هو ما يحسش به لكن ممكن زوجته مثلا أو حد تاني في البيت ياخد باله أنه ده شخيره عالي قوي ده نفسه بيروحه ونايم أثناء النهار هو بيصحى مش نشيط وممكن يبقى عد في مكان وينام على روحه أو ينام وهو سايق ده مرض شائع جدا والناس بتعتبروا أنه هو حاجة عديدة ده جوز يبيشخر مثلا لأ جوز يبيشخر ده لازم أنت يتركز شوية لأنه ممكن ده يبقى خطر على حياته ده فيه ناس بتطلق بسرعة مش خير وفيه ناس كمان فيعني ردا على سؤالك لأ الناس عيادات النوم مش كتير مش كتير في مصر ومش كتير في العالم لكن هو تخصص قديم وموجود ولو حد عنده مشكلة بيدور على مين اللي يساعده طبعا صعب أنه هو المريض يبقى عارف هيروح لدكتور نفسي ولا دكتور مخوة عصبة ففكرة عيادات النوم هو دكتور متخصص في كل اترباط النوم ويقدر أنه يوجه المريض في الاتجاهات دي